السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب طالبات الصف الثالث الابتدائي أهلا بكم في قناة سنتر الرؤى النهاردة موعدكم مع الحلقة الأولى من حلقات دروس منهج اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الأول عني شرح المنهج من كتاب الأضواء مادة اللغة العربية الصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الأول نسخة عشرين تلاتة وعشرين وعن حل كمان تدريبات الأضواء على كل درس فموعدنا النهاردة مع قصة الاستماع أخاف من العدوى فما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس سأصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب قصة الاستماع أخاف من العدوى هنقرأ مع بعض القصة عمر طفل اجتماعي يبلغ من العمر تسعة أعوام وكان لديه جار في مثل عمره اسمه يوسف يلعب معه دائما ولكن لكل منهما شخصيته المختلفة هنا عندينا القصة بتاعتنا بتقولك ان عمر طفل اجتماعي طفل اجتماعي يعني بيحب يلعب مع أصحابه وعمر يبلغ من العمر تسع أعوام لديه جار اسمه يوسف يلعب معه دائما ولكن لكل منهم شخصيته المختلفة عمر لي شخصيته ويوسف لي شخصيته وده لا نعرفه مع بعض من أحداث القصة هنا جيك سؤال كم يبلغ عمر يوسف عمر يوسف كم تسع أعوام مثل عمر عمر تسع أعوام ويوسف تسع أعوام عمر طفل يهتم بنظافته الشخصية بصورة مبالغ فيها فهو يغسل يديه أكثر من عشر مرات كل خمس دقائق ويحمل معه مناديل مطهرة ليمسح بها كل شيء يمر عليه ليس مرة واحدة ولكن عدة مرات لا يأكل لدى أحد من أصحابه لأنه لا يصق بالنظافة هلال إعداد الطعام وحتى لا تنتقل إليه جراسيمه لدينا شخصية عمر أنه طفل يهتم بنظافته الشخصية بصورة مبالغ فيها يغسل يديه أكثر من عشر مرات كل خمس دقائق ويحمل معه مناديل مطهرة ليمسح بها كل شيء يمر عليه ليس مرة واحدة ولكن عدة مرات لا يأكل لدى أحد من أصحابه بيأكل شيء عند حد من أصحابه ليه؟ لأنه لا يصق بالنظافة خلال إعداد الطعام حتى لا تنتقد إليه الجراسيم هنا عندنا صفات عمر جيك سؤال ولكن ما صفات عمر بصفات عمر أنه طفل يهتم بنظافته الشخصية بصورة مبالغ فيها فهو يغسل يديه أكثر من عشر مرات كل خمس دقائق ويحمل معه مناديل مطهرة ويحمل معه مناديل مطهرة ليمسح بها كل شيء يمر عليه أما بالنسبة ليوسف فهو يختلف عن عمر لأنه لا يهتم بنظافته الشخصية أبدا فهو لا يغسل يديه إلا نادرا ويأكل من الباعة الجائلين باستمرار بالنسبة لي شخصية يوسف يوسف شخصية مختلفة عن عمر بيعمل لا يهتم بنظافته الشخصية خالص لا يهتم بنظافته الشخصية فهو لا يغسل يديه إلا نادرا قليلا ما يغسل يديه ويأكل من الباعة الجائلين أي الباعة اللي في الشارع بيأكل من الباعة التي يبيعون الأكل في الشارع هنا جيك سؤال يقول لك ما صفات يوسف صفات إنه لا يهتم بنظافته الشخصية أبدا فهو لا يغسل يديه إلا نادرا ويأكل من الباعة الجائلين باستمرار وفي يوم من الأيام صرخ يوسف متألما من بطنه آهن بطني آهن بطني هنا جد سؤال ولك لماذا صرخ يوسف إذا صرخ متألما من بطنه أخذه والده مسرعا إلى المستشفى وبعد أن كشف عليه الطبيب قام بحجزه بسبب إصابته بنزلة معوية لأنه تناول طعاما ملوسا وبعد ذلك كان عليه أن يرتاح في البيت لمدة إسبوع مع تناول طعاما صحيا والاهتمام بالنظافة باستمرار هنا عندنا يوسف أصيب بنزلة معوية بسبب تناول طعام ملوس أخذه والده مسرعا إلى المستشفى وبعد ذلك كان عليه أن يرتاح في البيت لمدة إسبوع مع تناول طعام صحي والاهتمام بالنظافة باستمرار هنا جد سؤال ولك لماذا أصيب يوسف بنزلة معوية لأنه تناول طعاما ملوسا جلس عمر في بيته حزينا فسألته أمه لماذا أنت حزين يا عمر فرد أنا أفتقد يوسف جدا فسألته أمه لماذا لا تزوره فقال أخاف أن أصاب بالعدوى من مرضه هيجيكس ويقول لك لماذا كان عمر حزينا لأنه يفتقد صديقه يوسف جدا نظرت الأم إلى عمر واحتضنته وقالت له يوسف يعاني نزلة معوية بسبب تناوله طعاما ملوسا وهذا المرض لا ينتقل إلى أحد بالمخالطة فلا ضرر من زيارتك لصديقك يوسف اهتمامك بصحتك وثلامتك ونظافتك شيء حميد ولكن إذا بالغنا في حيطتنا فلن نستطيع التواصل مع الناس فاحرص على سلامتك باعتدال واغسل يديك بعد اللعب وقبل الطعام وبعده واحرص على نظافتك الشخصية وابتعد عن مصادر العدوى وتناول الطعام الصحية المتوازنة هنا جئنا السؤال هل مرض يوسف ينتقل بالمخالطة؟ فالإجابة لا مرض يوسف لا ينتقل بالمخالطة لأنه مرض ليس معديا فكر عمر في كلام والدته وقرر الذهاب إلى يوسف للإطمئنان عليه وبعد هذا اليوم فهم كل منهما كيفية الحفاظ على صحته باعتدال فيوسف صار يهتم بصحته ونظافته وعمر أيضا لم يعد يبالغ في نظافته وحرصه الشديد على سلامته هل يكسوا أولاك ماذا تعلم عمر ويوسف بعد هذا اليوم؟ يبا تعلم كل منهما كيفية الحفاظ على صحته باعتدال يوسف صار يهتم بصحته ونظافته وعمر أيضا لم يعد يبالغ في نظافته وحرصه الشديد على سلامته قاموس الأضواء الكلمة ومعناها يبلغ معناها يصل بيبلغ معناها يصل لديه معناها عنده يصق معناها يأمن نادرا معناها قليلا جدا الجائلين المارين في الشارع متألما معناها متوجعا حجزه أي حبسه منعه المخالطة معناها المجالسة حميد معناها حسن جيد بالغنا معناها زدنا حيططنا معناها حرصنا اعتدال معناها توسط مصادر معناها أماكن صار معناها أصبح بعد كده الكلمة ومضادها المختلفة مضادها المطفقة يهتم مضادها يهمل يصق مضادها يشق نادرا مضادها كثيرا متألما مضادها مرتاحا ملوسا مضادها نظيفا يرتاح مضادها يتعب استمرار مضادها توقف حزينا مضادها مصرورا المخالطة مضادها العزل ابتعد مضادها اقترب الزهاب مضادها العودة المفرد وجمعه طفل جمعها أطفال العمر جمعها الأعمار جار جمعها جيران الشخصية جمعها الشخصيات صورة جمعها صور المستشفى جمعها المستشفيات الطبيب جمعها الأطباء سبب جمعها أسباب نزلة جمعها نزلات مرض جمعها أمراض طعام جمعها أطعمة زيارة جمعها أصدقاء بعد كده الجمع ومفرده أعوام مفردها عام دقائق مفردها دقيقة مناديل مفردها منديل مرات مفردها مرة أصحاب مفردها صاحب الجراسيم مفردها الجرسومة الباعة مفردها البائع الجائلين مفردها الجائلون الأيام مفردها اليوم مصادر مفردها مصدر أضواء على أخاف من العدوى عناصر قصة الاستماع عندنا الشخصيات التي ذكرها فيه القصة عمر ويوسف والأم والأب والبائع الجائل والطبيب المكان أحداث القصة كانت فيه البيت والشارع والمستشفى طب الزمان في يوم من الأيام طب ايه أحداث البداية أحداث البداية أنه عمر ويوسف صديقان وجاران عمر طفل اجتماعي ولكنه يبالغ بنظافته الشخصية ويوسف لا يهتم بنظافته الشخصية أبدا طب احداث الوسط أو المشكلة مرض يوسف بسبب أكله من البائعة الجائلين باستمرار حزن عمر لافتقاده صديقه يوسف وخوفه من العدوى طب احداث النهاية أو الحال توضيح الأم العمر أن مرض يوسف لا ينتقل بالمخالطة وأن علينا الاعتدال في المحافظة على أنفسنا قرر عمر زيار صديقه يوسف ما نتعلمه من القصة ضرورة الاعتدال في سلوكيتنا المحافظة على صحتنا باتباع العادات الصحية قصة الاستماع في سؤال وجواب أول سؤال معانا يقولك بما يتميز عمر بأنه طفل اجتماعي السؤال التالي لماذا لا يقل عمر لدى أحد من أصحابه لأنه لا يسق بالنظافة خلال إعداد الطعام وحتى لا تنتقل إليه الجراسيم السؤال الرقم 3 فيما يختلف يوسف عن عمر الإجابة في أنه لا يهتم بنظافته الشخصية أبدا وأنه يأكل من الباعة الجائلين باستمرار السؤال الرابع لماذا لم يذهب عمر لزيارة يوسف وهو مريض لأنه كان يخاف من الإصابة بالعدوى من مرض يوسف فكيف أصدح يوسف وعمر في نهاية القصة الإجابة يوسف صار يهتم بصحته ونظافتهم وعمر لم يعد يبالغ في نظافته وحرصه الشديد على سلامتهم وبكذا يكون وصلنا معكم لنهاية الدرس النهاردة أرجوكم استفدتم معانا الدرس القادم سوف نحلم مع بعض تدريبات الأضواء على قصة الاستماع أخاف من العدوى فما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لأصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته